السلام عليكم وأهلا وسهلا وصباح الخير وسلام للجميع نظرية المؤامرة شيء كنا بنحكي عنه دائما خاصة بين الشعوب العربية وإحنا تعودنا على هذه الكلمة خلينا بس نشرح شو معنى نظرية المؤامرة كلمة نظرية في العلم معناها هي الاستنتاج الذي يقوم مبني على بعض الدلائل وليس الحقائق بما معناه أن صاحب النظرية لا يمكنه إثباتها علميا لأنه لو أثبتها ستصبح حقيقة وعشان هيك في نظريات كثير موجودة في العالم مثال نظرية أن الأرض مسطحة العلماء اللي بحاولوا يثبتوا هذه النظرية عندهم بعض البراهين اللي غير مثبتة علميا فبالتالي هي بقيت نظرية ولم تصبح حقيقة اليوم حنحكي عن موضوع الفيروس الجديد اللي انتشر في العالم اللي كلنا يعرف عنه الكورونا وهذه النظريات اللي طلعت حول العالم أنا جمعت بعض النظريات أمامي وليس كلها منها ما يقال أنه مؤامرة ومنه أنه يقال أنها نظرية استنتاجية وناس بتحط دلائل وطبعا في نظريات ضحضت لأنها كان وقتها في بعض الدلائل وانتهت هنحكي عنها واحد واحد طبعا معلش هذا الفيديو راح يكون طويل لأنه في كتير نظريات طلعت ومش كلها راح أقدر أحطها بهذا الفيديو في نظريات طلعت وانا ما عندي علم فيها وما طلعت عليها وانا برجع بحكي انه هذا الفيديو ليس لأني متفق مع أحد النظريات أو سأقوم لكم بإثبات نظرية وأضحض الأخرى لا لن أقوم بذلك انا راح أعطيكم نظريات وآخر التحديثات عنها وإلكم انتو وانتو أصحاب القرار في تصديق أحدها أو رفضه خلينا نحكي عن أول واحدة أول واحدة طلعت النظرية الأولى واللي حاولوا جميع العلماء أنه يثبتوها لأنها كانت أقرب إلى الحقيقة أنها صدرت من سوق للأسماك والحيوانات البرية في مدينة وهان هذه السوق كانت تبيع بعض الحيوانات البرية ومنها الخفافيش والأفاعي وفيه حيوان اسمه آكل النمل الحرشفي وقيل أنه انتقل عن طريق الأفاء من الخفاش للأفعى ومن الأفعى للإنسان بعدين غيروا هاي النظرية حكوا أنه الأفعى ليست هي السبب بل آكل النمل الحرشفي والآن كل النظرية هاي مش صحيحة حكوا لأنه فعليا أثبتوا أن الناس اللي كانوا موجودين في هذا المكان هم صحيح اللي بدأ عندهم الفيروس لكن الفيروس كان موجود في أماكن أخرى قبل هذا المكان هاي ذا النظرية الأولى النظرية الثانية اللي عم بيحكي عنها في طبيب إيطالي خرج قبل أربع خمس أيام حكى أنه أعراض هذا الفيروس كاملة كانت موجودة في شمال إيطاليا المكان اللي انتشر فيه الفيروس من بداية أكتوبر نوفمبر ولم يتم تشخيص أي حالة بذلك فقد يكون البداية أو الزيرو بيشنت هذا اللي بيحكي عنه أول واحد موجود في إيطاليا وليس في الصين وانتقل من إيطاليا للصين النظرية الثالثة طبعا هذه اللي طلع فيها بعض شخصيات اليوتيوب والفيسبوك وحكوا أنه عقاب من الله سبحانه وتعالى على الصينيين لأنهم بعذبوا المسلمين من الإيغور وطبعا هاي النظرية ضحدت مئة بالمئة وهدولي طبعا أغلقت أفواههم لأنه الآن عم بصيب المسلمين حول العالم والصين وأنا حكيتها في أحد الفيديوهات يا جماعة ما تحكوا عن هيك أنتوا مش بدل الله سبحانه وتعالى ولن تقدروا أن تصدروا حكما عن الله سبحانه وتعالى بإسم الله سبحانه وتعالى الموضوع يصيب الجميع والفيروس لا يعرف حدود وطبعا أخرسوا جميعا لأنه الموضوع الآن خرج عن السيطرة وبالعكس الصين أصلا سيطرت عليه وتقريبا قضت عليه وبالتالي حتى لو كان عقاب من الله سبحانه وتعالى طبعا كل شيء بإذن الله ولا نحكي أنه شيء وإحنا يمكن هذا عقاب للبشرية مش بس للصينيين طبعا النظرية الرابعة طلعت أنه هذا يصيب الكفار برضو من ناس متفلسفين أنه يصيب الكفار ولا يصيب المؤمنين ووجدنا كتير من تابعين هاي النظرية راحوا على مقامات دينية وبدأوا يلحسوا بألسنتهم المقامات ومنهم من يقول أنه بعض الحركات أنه نقتل الفيروس وطبعا كلها هراء وكذب وهلع عن ناس باسم الدين النظرية الخامسة اللي طلعت طبعا بدأت من محل الاقتصادي روسي حكى أنه الصين قامت بإنتاج هذا الفيروس لتستطيع أنه تسترد أو تؤمم الشركات المملوكة لمستثمرين أجانب لأنه معظم الاستثمار الموجود في الصين 60% لمستثمرين أجانب فبالتالي الصين رأت أنه حسب النظرية طبعا الصين رأت أنه إيجاد هذا الفيروس سينزل لستوك ماركت أو سوق الأسهم وبالتالي الصين استطاعت أن تشتري هاي الأسهم برخص الترابسة وهذا طبعا استردت كل ما يخرج من الصين من تجارة واستيراد طبعا هاي النظرية إلها محللين وحكوا أنها خاطئة لأنه أول شيء هدول المستثمرين اللي لم يستثمروا في الصين سيذهبوا لدول أخرى ليستثمروا هدول مستثمرين كبار مش صغار ومنهم مستثمرين شركات كبيرة مثل أديدس وأبل ونايكي وشركات عملاقة الشيء الثاني والمشكلة الكبرى أنه الصين كانت تستخدم هدول المستثمرين كورقة ضغط على أمريكا خلال المحادثات فالآن إذا ما في مستثمرين أمريكا ما عندها مصلحة أصلا أنه طبق الصين قوة النظرية السادسة اللي طلعت أنه فرنسا واللي ما بيعرف شو علاقة فرنسا بمدينة وهان فرنسا تعتبر من أقوى الدول اللي عندها أو من أكثر الدول اللي عندها رعاية في مدينة وهان في شركتين كبار لفرنسا اللي هي ستروين وبيجو مصنعين للسيارات في مدينة وهان فرنسا من أول الدول اللي فتحت قنصلية عاملة في مدينة وهان عدد كبير من الفرنسيين موجود في مدينة وهان وحكوا أنهم مساعدوا في إنشاء اللاب أو المختبر اللي هو L4 PL4 اللي هو قام بإنشاء هذا الفيروس وعملو له ليك فالناس بيحكوا أنه فرنسا هي السبب وكانت بدها تضغط على إيطاليا والصين لأنهم عملوا تحالف وهذا طبعا ليس بصالح فرنسا في العمل على أنه يكون القوة العظمى في الاتحاد الأوروبي فهو طريقة انتقام من فرنسا من إيطاليا والصين في وقت واحد وطبعا برضو هذا الموضوع قد يخرج من الخيال النظرية السابعة في طبيب أو بيحكي عن حاله طبيب ما بعرف هو فرنسي طلع وانتشر الفيديو تابعه بشكل كبير أنه فيه باتن موجود من علماء فرنسيين في من قبل 2017 هذا الباتن مسجل وبيحكي عن الكورونا فيروس هذا وأنه فيه له علاج وإلو طريقة بحكي عن الفيروس نفسه وعن علاجه وطبعا هون هو بستنتج ليش الشركة الفرنسية أنتجت هذا العلاج أو أثبتت أنه موجود هذا العلاج طبعا برضو هذا النظرية فيه الهناس كتير ضحضوها من أحد طرق الضحض اللي كانت أنه هذا الباتن هو موجود للسارس كوف لهو الفيروس السارس اللي انتشر في 2002 و2003 وليس للفيروس الجديد والدواء اللي بيحكي عنه طبعا هو هذا الطبيب أو العالم هذا الدواء هو دواء قديم جدا من الستينات استخدام في العالم اللي هو العلاج الملاريا وليس جديد ولكن أنه تم أنه بعالج هذا الشيء الجديد النظرية الثامنة هي نظرية أكثر تعقيدا أنه أمريكا هي من قامت بإنتاج هذا الفيروس بغض النظر هو فيروس صحيح أو لا وفي تحليل من أو اعتراف من رئيس الـ CDC اللي هو مركز الأوبية والأمراض الأمريكي بيحكي أمام الكونغرس الأمريكي أنه فعلا وجدوا حالات في أمريكا هذه الحالات أثبتت أنه في شهر عشرة في ناس ماتوا بعد تشريحهم توقع أنه في الوينزا بعد تشريحهم تبين أنه كان معهم الفيروس الجديد وبالتالي الصين بدأت تعمل تشكيكات أنه لازم أمريكا تعلن عن أسماء هذول المرضى اللي ماتوا في أي مستشويات وكيف تم تشريحهم طبعا النقطة الغريبة في الموضوع الناس اللي بتأكدها أنه الألعاب الأولمبية اللي صارت الألعاب الأولمبية العسكرية اللي صارت في مدينة وهان بجل نهاية شهر أكتوبر اللي بعدها بحوالي شهر بدأت الأعراض على بعض الناس تظهر وبالتالي في توقع كبير أنه أمريكا هي من قامت بنقل هذا الفيروس إلى الصين عن طريق ال365 عسكري اللي شاركوا في هاي الألعاب الأولمبية العسكرية في مدينة وهان وللعلم أنه أول مرة في التاريخ العسكري أمريكا لا تحصد أي ميدالة ذهبية وكانت رقمها مش عارف 36 ولا 37 بعدد الميداليات وهذا كان مصدر شكوك كبير ليش أمريكا دائما بتكون في الأوائل والآن معناها أنه اللي راحوا هم مش رياضيين هم عسكريين كان هدفهم نقل هذا الفيروس وفي فيديو انتشر عن طريق محلل أمريكي عنده تيم كامل أنا شفته الفيديو أكتبه بس الاسم في وحدة اسمها ماتجي م-a-a-t-j-e بناسي ب-e-n-a-s-s-i هي العسكرية اللي كانت مصابة بهذا الفيروس ونقلته للصين هي عسكرية أمريكية شاركت فيها الألعاب العسكرية فهذه النظرية برضو في ناس كتير بساندوها طبعاً وبيحكوا أنه معظم الدول اللي بدأت فيها اللي هي الصين، إيران، بعدين إيطاليا وهي الطريق الحرير وللعلم إيطاليا وقعت اتفاقية كبيرة مع الصين قبل فترة وبيحكوا أنه هذا هو ضرب لطريق الحرير اللي بتسويه طبعاً النظرية هاي برضو تم ضحضها أو عم بدهم ضحضها بطريقة أو بخرى لأنه يعني الصين الآن تأثرت صح بس المتأثر الكبير الآن برضو اقتصادياً أمريكا فالموضوع يعني بده تفكير النظرية التاسعة بتحكي أنه الصين كانت في إنتاجه لهذا الفيروس وبالتعاون مع معامل ومختبرات في أمريكا وفي الـ FBI أو طلعوا في تقرير في نهاية شهر واحد حكوا أنه تم القبض على بعض الخوانة والمتعاونين مع الصين بالنسبة لأمريكا طبعاً ومنهم واحد بشتغل في لاب في أمريكا أو رئيس لاب بأخذ مصاري من الصين لإنتاج بعض الفيروسات وهذا الحكي طلع يعني في البداية وأنه هذا المرض أو الفيروس تم تسريبه عمداً طبعاً سرب بالخطأ يعني هذا لا أتوقع لأنه هذه اللعبات يعني كتير عليها سيكوريتي وعليها طرق أمان أما سربة يعني بفعل فاعل هذه هي النظرية التاسعة طبعاً النظرية العاشرة وهي نظرية طبعاً طول عمرنا بنسمع عنها أنه هدول الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى والحكام العالم اللي بتحكموا فينا بدهم ينقصوا عدد سكان العالم لأنه إحنا صرنا عبء على البشرية وخاصة كبار السن لأنه هدول كبار السن وعددهم كبير في كثير من الدول يعني إحنا دولنا معظمها شباب بس في دول كثيرة عندها عدد كبار السن حوالي ثلث عدد السكان وهدول بأخذوا بنشن أو ضراء شو اسمه مساعدات شيخوخة وبأخذوا نهاية خدمة وبأخذوا المبالغ اللي بأخذوها يومياً والعلاج والصحة وهذا يعتبر ضغط على بعض الدول وهم بحكوا في النهاية النظرية أنه بدهم يتحاولوا يتخلصوا من ثلث عدد السكان في العالم وهذا هو السبب وكبار السن وعشان هيك هذا الفيروس بقتل كبار السن يعني ما أتوقع بس النظرية العاشرة طبعاً برضو صدرت من بعض الدول المسلمة والمسيحية أنه هذا هدف الفيروس هو إغلاق المساجد والكنائس والسينيغوغ أو المعابد اليهودية لإيقاف الإيمان وهدول اللي أخرجوا أو اللي أنتجوا هذا الفيروس هم من الماسونيين وعبدة الشيطان والعلمانيين والشيوعيين عشان يوقفوا الإيمان أو يوقفوا المؤمنين من الذهاب للصلاة يعني برضو ما أتوقع فيه منها النظرية الحادي عشر وهذه نظرية عم تنتشر الآن حديثاً أنه هذا غاذ السيرين أو السيرانين وفيه ظهر فيديو طبعاً هذا الفيديو للرئيس الصيني بيحكي عن الموضوع مترجم للغة العربية ومدبلج للغة العربية وأنا بحكي أنه هذا الفيديو خطأ مية بالمية أنا استمعت للفيديو الأصلي الفيديو الأصلي بيحكي الرئيس الصيني في تهنئة للشعب الصيني وتم دبلجة كلام ما أنزل الله به من سلطان لكن ظهر فيديو آخر لدكتور اسمه دكتور عبدالله أعتقد أنه يتحدث فيه عن هذا الفيروس وعن الغاز هذا اللي تم إنتاجه في معامل في أفغانستان عن طريق وثائق من معهد للأبحاث في سان دييغو اسمه سبيسي بيس أو شيء أنا ما قدرت أطلع هذا المعهد لكن قد يكون هذا الكلام وطبعاً معه وثائق وأكيد كل واحد يحاول أنه يثبت نظريته أنه هذا غاز السيرين موجود وتم تهريبه من المعامل في أفغانستان عشان هيك أمريكا عملت بعض المعاهدات أو معاهدة سلام مع طالبان في شهر واحد عشان يغلقوا هذا الموضوع وهدول العسكريين هم نقلوا لمدينة وهان بطريقة أو بخرى وطبعاً بيحكي أنه إحنا مش لازم نطلع على أنه هذا الغاز المنتشر في العالم الآن يتم باللمس بنصاب الإنسان في مدته في الهواء ثلاث إلى أربع أشهر عشان هيك هو بتوقع أنه ينتهي في إيبرل زي ما حكوا معظم السياسيين والعلماء في البداية الآن معظم السياسيين والعلماء بيحكوون لا حينتهي في نهاية جون فالموضوع يعني أجان بده التفكير قد يكون كلامه صحيح وقد يكون خطأ ما بقدر أثبته لأنه برضو ثلاث أربع أشهر الموضوع له من أكتوبر بداية الحالات فالموضوع صر له أكثر من ثلاث أشهر يعني فيه شوية نواقد هنا في الموضوع طبعا النظرية اللي بعدها أنه اكتشفته الشركات الصينية في المختبرات الصينية ولكن أمريكا طلبت من الصين عدم أو التعتيم عليه وعدم التكلم عنه بشرط أنهم يبتعدوا أو يطلعوا من ساوث إيست سي اللي هو البحر الصين لأنه الآن فيه مشكلة على منطقة بحر الصين وأمريكا والصين عم بيحاولوا أنهم يحطوا سيطر عليه ولكن يعني الموضوع برضو جدالي النظرية اللي بعدها بيحكوا أنه لو نطلعنا على الأرقام أنه في 71 ألف متعافي من 81 ألف مريض أو 82 ألف مريض في الصين وهذا رقم كبير جدا مقارنتا بباقي دول العالم اللي مش عم بيستطيعوا أنه يتعافوا فهنا الشكل أكبر أنه الفعلا الصين هي التي قامت بهذه اللعبة عشان تبيع دواء موجود عندها سابقا ولكن تنتظر أنه ينتشر في كل العالم لما الناس فعلا تحتاجه وتنزل هذا الدواء وترفع أو تفوز اقتصاديا وبرضو هذا يعني نقطة ما توقع أنه حدا يقدر يلعب بشعبه مع أنه الناس بتشكك أنه الصين ممكن تقتل نصف شعبها من أجل أمور اقتصادية بحتها وبرضو يعني ما في دولة بتسوي هيك وأي دولة رح تسوي هيك أكيد ورح ينعرف هذا الموضوع رح يصير طبعا النظرية اللي بعدها هي أنه هذه من علامات قيام الساعة وأنه خلاص يوم القيامة قرب وظهرنا فيديوهات أنه واحد طلع اسمه المهدي ويصرخ في العالم أنا المهدي المنتظر يعني برضو لن نكتب فيها ولكن ما حنحكي إشي في نظريات طلعت أنه هذا كله خطة مسبقة الوضع وفي كتب ظهرت منها وفي كتاب ثاني ظهر أنه باسم الفيروس وهان 400 وفي كتاب ثاني ظهر أنه هذا الفيروس كان منتشر في العالم أو سينتشر في العالم في 2020 ثم يتوقف ويرجع بعد عشر سنوات في فيديو اسمه كونتيجيس برضو ظهر في 2011 أمريكي عن فيروس شبيه جدا من الخفافيش والموضوع هذا وفي أفلام كتير ظهرت بهذا الموضوع وكتب كتبت لكن أرجع أنا بحكي أنها أنا أتوقع أنها صدفة وليست لأنه الكاتب أو صاحب الأفلام هاي يعني هو يحبك شيء كده مشوق بس عشان يشوق الناس ولا أتوقع أنه هذا الكاتب عنده معلومات وقام بنشرها عشان بعد عشر سنين أو عشرين سنة كتابه ينباع يعني هذا The Eye of the Darkness كتب في التمانينات وأول شيء كان عن روسيا وأنه عندهم الفيروس هذا اسمه غوركي بعدين صار اسمه هان في الطبعة الثانية أو الثالثة وتغيل أنه صارت الموضوع الحرب الأمريكية مع الصين فحب يغير أو يشوق يغير التشويق في الموضوع فالموضوع يعني من التسعينات ما أتوقع أنه عارف في الموضوع طبعا النظرية 18 تحكي أنه هذا الفيروس تم إنتاجه في المختبر وهذا طبعا تم إثبات عكسه من جميع العلماء اللي درسوا هذا الفيروس وحللوا الشفرة الوراثية تبعته معظم الفيروسات بشكل عام بصير عندها شغلة اسمها أو تطف تغير في الجين الوراثي تبعها وهذه بتصير عادي في كل الفيروسات مش بس في هذا الفيروس صارت كتير فيروسات وبتصير في فيروس الإنفلونزا اللي بصير كل سنة فهذا إشي طبيعي وطبعا معروف أنه صار فيه تغير وراثي عشان هيك قدر يجلس يجي وينفكت الإنسان النظرية رقم 19 بتحكي أنه طبعا هناك ناس متأمرين على العالم كله وهدول هم اللي بيديروا العالم بشكل عام ما فيه أي إثباتات بهذا الشي أنه هاي عوائل مش عارف أسماء وبحكي لك أسماء المهم هاي العوائل بدها تدير العالم بدها تسوي نظام اقتصادي جديد وليس نظام سياسي جديد أو جغرافي بل نظام اقتصادي جديد نغيره النظام الاقتصادي العالمي فهذه هي الفكرة من هذه النظرية أو هاي المؤامرة برضو ما منقدر نثبتها أو ننفيها النظرية رقم 20 بتحكي أنه الفيروس هذا تم تحليله من قبل علماء من تايوانيين وليس في البر الصيني في تايوان وحكوا أنه هذا الفيروس بتكون من خمس فيروسات مجتمعة مع بعض أو خمس طفرات وراثية اللي هو A, B, C, D, E قسموه على هذا القسم ووجدوا أنه الفيروس هذه الفيروسات خمستها كلها موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنتشرة في أمريكا إلا فيروس واحد منها موجود في الصين فهذا بدهم يثبتوا أنه مستحيل أنه يكون بدأ في الصين وزي ما حكينا في النظرية أعتقد رقم تسعة أنه بدأ في أمريكا هاي النظريات اللي طلعت إلى حد الآن يعني هاي بعض النظريات أنا جمعت لكم معلش الفيديو طويل جدا ولكن مهم أنك تعرفوا أنه أي نظرية زي ما حكينا لها من يثبتها ولها من ينفيها الآن السؤال الأكبر إلكوا أنتوا شو اللي أنت بتقتنع فيه أكتر وشو اللي ما بتقتنع فيه وهل أنت ضد هاي النظريات كلها أو معها إذا عندكو أي استفسار أو أي أفكار أو نظريات جديدة حابين أحكي معها عنها أكتبوا هذا في الكماند تحت وأنا مستعد إن شاء الله أحاول أجاوب على كل الأسئلة وأحكي إذا فيه برضو عندكو نظريات جديدة نراكم في حلقة أخرى معلش يؤذروني طويل جدا لكن مهم ومشوق وسلام للجميع ترجمة نانسي قنقر